اشتركوا في القناة امين اللهم امين غافر الذنب سبحانه وتعالى قد سهل لنا طرقا لنصل الى مغفرته سبحانه وتعالى ومن اعظم هذه السبل او هذه الطرق الصلاة الصلاة شأنها في الاسلام عجيب الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى على الخلائق وامروا بها حتى نرى مثلا ان عيسى عليه السلام وهو طفل رضيع صغير حينما تكلم قال قال كما يقول ربنا سبحانه وتعالى قال اني عبد الله اتاني الكتابة وجعلني نبي وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الآن الذي يتكلم هو طفل رضيع في المهد واول ما تكلم به عيسى عليه السلام انه قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبي وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة الله عز وجل اوصاه اي امره بالصلاة في هذا التوقيت نعم في هذا التوقيت الصلاة امرها فعلا امر عجيب سبحان الله يعني لو نظرنا الى فرائض الاسلام شهادة اللا اله الا الله وان محمد الرسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع الى ذلك سبيل كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرائض الاسلام اركان الاسلام يدخلها جميعا العذر الا الصلاة يبقى انسان يعني يقدر ان هو يجهر بالشهادتين خلاص يجهر بالشهادتين طيب في ضرر خلاص ممكن يسر الشهادتين مسلم سرا ولكن مسلم بل لما كفار قريش اضطروا عمار بن ياسر رضي الله عنهما ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فسبهه تحت شدة العذاب ووطأته فاتى عمار رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقص عليه ما جرى انا تحت شدة العذاب اضطروني ان اسبك فقلت كذا وكذا 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 فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك قال مطمئن بالايمان يا رسول الله فنزل قول الله تعالى الا من اكرها وقلبه مطمئن بالايمان يبقى اذا هنا يدخل العذر في الشهادتين طيب عندنا الآن الزكاة حضرتك معاك فلوس بس لم تبلغ النصاب خلاص مفيش عليك زكاة خلاص طيب فلوس كتيرة جاوزت النصاب وحال عليها الحول اتى عليها سنة كاملة خلاص والله حضرتك بقى تزكي وربع العشر طيب حضرتك مفيش معاك فلوس خلاص حضرتك محتاج فلوس خد انت من الزكاة مفيش مشكلة خالص قادر تصوم صوم طيب مش قادر مريض مثلا او فيش خلاص فعدت من ايام اخر طيب مريض مرض مزمن خلاص مش هتقدر تصوم لا النهاردة ولا السنة اللي جاية انت بالفعل خلاص مش هتقدر تصوم تاني كفارة اطعم طيب مفيش معاك فلوس للاطعام خلاص براءة مفيش عليك حاجة خالص لا انك تكفر ولا انك تقضي لا هذا ولا ذاك خلاص الحج في الاساس لمن استطاع اليه سبيلة قادر تحج حج مش قادر خلاص تعال بقى معايا للصلاة في مية اتوضى طيب مفيش اتيمم ومفيش اكتر من التراب اتيمم مفيش مشكلة خالص قادر تصلي واقف صلي مش قادر اقف اعد طيب مش قادر اعد نام طيب انا في بلدي صلي صلاة مقيم اتم طيب انا مسافر وتعبان اقصر الصلاة طيب انا بحارب صلي صلاة الخوف مفيش حاجة اسمها مسلم ما بيصليش دي مش موجودة الركن الوحيد من اركان الاسلام الذي لا يدخله العذر ابدا الصلاة وده بيبين منزلة وقدر الصلاة مفيش حاجة اسمها مسلم ما بيصليش جماعة دي مش موجودة طالما انك مسلم يبقى لابد انك تصلي ده لابد واول ما يحاسب عليه المرء من عمله يوم القيامة الصلاة اول حاجة هنتحاسب عليها كلنا صلاتنا والصلاة لو عدت كده والحمد لله وصلينا كويس والله عز وجل اكرمنا ومرت الصلاة على خير اللي بعدها سهل ان شاء الله طب لو ما ممرتش لو انسان ما صلاش اللي بعدها هيكون اصعب من كده ان شاء الله فالانسان المسلم يحرص ويحافظ على ايه ويحافظ على الصلاة ان امر الصلاة جماعة مهم جدا 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 احيانا كثيرا استغرب من الناس مثلا اللي مشي في الطرقات او قاعد على المقاهي او كده في وقت الصلاة سمعين الازان سمعين الاقامة ممكن يكون الامام بيصلي كمان في الخارجي فقاعدين برا سمعين الصلاة انت ليه مش بتقوم ليه يعني ايه اللي منعك انك تصلي سبحان الله حاجة عجيبة جدا 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 ولكن يعني قد تزول حيرتنا اذا تأملنا قول الله تبارك وتعالى ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم هناك اناس الله عز وجل لا يريد عبادتهم لا يحب عبادتهم فثبتهم يبقى سامع الازان وسامع الاقامة وسامع الصلاة وربما الاهواء في وش المسجد مش بعيد بس مش قادر يوم يصلي الله عز وجل لا يريده الله عز وجل ثبته فاقعده في مكانه وحرمه من الصلاة والعبد الذي هو على هذه الحال عليه ان يراجع نفسه ما الذي فعله العبد ما الذي فعله العبد حتى يحرم من السجود بين يدي مولاه انت ايه اللي انت عملته ايه الجناية اللي انت جنتها بينك وبين الله حتى يثبتك الله عز وجل ولا يوفقك للصلاة لان تأتي الى بيته فتتطهر تقوم تقرأ القرآن وتسجد بين يديه انت ايه اللي عملت بالزبط عليك ان تراجع نفسك جيدا مرة واثنين وثلاثة ولابد ان تصلح ما افسد والصلاة الصلاة اخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم فالصلاة وصى الله عز وجل بها عيسى عليه السلام رضيعا في المهد وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة والامة قبل ان يفارق الدنيا الصلاة 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 وآيات كثيرة تأتي في كتاب الله عز وجل تأمر المسلمين بإقامة الصلاة والامر مش بس ان احنا بنصلي لا ده الصلاة فرصة عظيمة للمغفرة زي ما هيجي شلازة جل معانا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى اسأل الله ان يجمعنا بكم دائما على خير غفر الله لنا ولكم احبتي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شكرا